ميدانيا في اليمن حيث أوضح مراسل الإخبارية بأن المواجهات العنيفة تجددت بين قوات الجيش والميليشيات الانقلابية في العديد من جبهات القتال في تعز ففي جبهة الوازعية اندلعت مواجهات بعد محاولة الميليشيا التقدم تجاه مواقع قوات الشرعية حيث تم التصدي لهم وإجبارهم على الفرار بعد تكبيد خسائر في الأرواح والعتاد كما ذكت مدفعية الجيش في جبهة الهام لمواقع وتجمعات ميليشيا الانقلاب ما أسفر عن احتراق مخزن أسلحة وتدمير آليات تابعة للانقلابيين ومقتل العديد من عناصر الميليشيات